اهلا بيكو دلوقتي احنا عايزين نتكلم في اخر مهارة من مهارات مدير المشروعات اللي لازم يكون مش هنقول احسن واحد فيها لكن لازم يكون كويس جدا فيها المهارة المرادي الحقيقة هي الليدرشيب وليدرشيب دي مهارة لازم تتوفر في مدير المشروعات اللي ما يعرفش يبقى قيادي كويس ما ينفعش يبقى مدير كويس وده يمكن يخلينا نتكلم على موضوع الليدرشيب شوية ويمكن بحب ابتدي الكلام بالكوتيشن دي من جون ماكسول واحد من الناس اللي كتبت كتير قوي عن المهارات القيادية وقال لك ان الليدرشيب is influence nothing more nothing less الحقيقة انا بقف عند الكوتيشن دي وابتدي اتكلم عن الليدرشيب بس قبل ما اتكلم عن الليدرشيب احب اوضح نقطة مهمة جدا انا قلتها من شوية بس الاهميتها احب اقرارها وهي ان مفيش حاجة اسمها مدير ناجح من غير مهارات قيادية ممتازة ومفيش قيادي ناجح من غير ما يكون له سلطة ادارية مفيش معنى في مجال ادارة المشروعات ان انت تبقى بامكانيات قيادية ومعندكش سلطة ادارية ماتهمنيش ماتهمنيش المهم فللاسف انا بكرر على نقطة دي وبأكد عليها اللي ان انتشر في وسطنا انو كان كثير بتتقال بتتاريخ بقلك الفر بين الباص والليدر وتقولك الفر ما بين المانيجمنت والليدرشيب برغم من ان بعض الحاجات دي فعلا مبني على كلام من ناس من اللي هي يعني موثوق فيها في مجال المانيجمنت اللي انو تعليقي الحقيقة ورأيي الشخصي هو ان مفيش حاجة اسمها مانيجمنت من غير ليدرشيب ولا ليدرشيب من غير مانجمنت. اه على الاقل في مجال ادارة الاعمال ومجال اه الادارة اه ادارة المشروع. بمعنى ان انت لو عايز اه تبقى مدير ناجح لازم تنمي مهاراتك الادارية ودي مهارات مكتسبة. اه بتتدرع عليها بتتعلمها بتقرأ عنها في الكتب بتمارسها وتغلط وتعمل صح وغلط وصح وغلط. اه لغاية ما تبقى المهارات دي كويسة عندك. زي ما بتروح للجيم كده علشان اه تعمل عضلات اه وبتاها ايه برضو ما ينفعش تعمل العضلات دي مرة واحدة لازم تعمل تمرينة. اه اهم حاجة اه في الحقيقة موضوع موضوع كبير. اه فبفكركم بالكوتيشن اللي قلنا قفنا عندها وهي بتاعت اهمية الانفلونس. يعني ايه انفلونس? اه الانفلونس اه اللي هو بنترجم التأثير. الحقيقة علشان اه نبص له من منظور المهارات القيادية. ففي حالته المثالية. اه ان انا اعمال لك انفلونس يبقى انا اقعد معاك واكلم معاك شوية. بعد ما اتكلم معاك تطلع انت معايا من الميتنج ده اه مقتنع تماما ان انت مصلحتك هي ان انت تعمل الشغل بتاعك. بعد الميتنج ده انت يبقى من جواك انت اللي عاوز تعمل الشغل بغض النظر عن انا هقولك تعملو او متعملوش. يبقى لو حابنا اقولها بالبلدي. ان انا اقدر العب في دماغك. اه طبعا العب في دماغك بشكل ايجابي. العب في دماغك بشكل يخليك اكثر انتاجا اكثر كفاءة اكثر فعالية في شغلك. اه اه انا قلت لك ده في حالته المثالية. ان انا ده اللي عملت لك زي ما كون ايه بقى عملت عندك وانت بقيت عايز تعمل انت اللي عايز تعمل الشغل. اه مش مستني حد يقولك يعملو ما تعمل. طبعا ده جميل جدا. فحالته الغير مثالية بقى. فحالته الغير مثالية المهارة القيادية الجيدة هو ان انا اقدر اعملك تحفيز جيد. بحيس ان انت فعلا تبقى عندك اقبال عالي على الشغل. وتبقى عايز اشتغل بنفس وعايز اشتغل من جواك. على علق الفترة المية من الزمن. وبعد كده اجدد عملية الموتيفيشن دي من حين لاخر. اوكي? اه مش هقعد اتكلم كتير تاني عن الليدرشيب دلوقتي. يمكن هنذكرها تاني قدام. اه لكن اه الليدرشيب اه موضوع بيتعامل فيه كورسز كتيرة وبتعامل فيه كتب ومقالات والاهم حاجة فيه الممارسة. اه اه انا هحط لكم ان شاء الله لينك للمحاضرات كده كانت معمولة عن الليدرشيب. اه يمكن ان شاء الله تستفيدوا منها. لكن ارجع اقول لك الممارسة هي اهم حاجة في مهارة القيادة. اه يبقى احنا كده اه ده اخر فيديو في المحاضرة بتاعت اه اه نحن مفروض كده اتكلمنا مع بعض عن هي ايه المهارات او ايه السمات اللي مطلوبة في البروجيت مانجر. اه المهارات الفنية المهارات اه الادارية والمهارات اه المهارات ادارة يعني البروجيت مانجمنت ولازم يكون عنده المهارات القيادية الجيدة. في نفس الوقت لانه هو مسؤول عن كل كبيرة وصغيرة في المشروع يبقى لازم يعمل ديليجيشن كويس اه لناس اه كويسة بتشتغل معاه. وفي نفس الوقت يعمل كي بي ايز يقدر يرائب بيها الشغل في المشروع عشان يقدر يدخل ويساعد الناس في الوقت اللي هم محتاجين انه هو يساعدهم فيه. ارجو ان المحاضرة تكون مفيدة. ارجو ان احنا نكون نتعلمنا الشهات حيات كويسة. واشوفكو ان شاء الله في المحاضرة الجاي. مع السلام.